من المتابعة ينضم إلينا مراسلان من بروكسل سلامة عطالة ومن لندن بهاء العوام أبدأ معك سلامة ما فرص نجاح مفاوضي الاتحاد الأوروبي في تذليل العقبة الأخيرة أمام خروج بريطانيا من الاتحاد عقبات عديدة لكن أبرزها أن يتم تمرير مسودة اتفاق الخروج داخل البرلمان البريطاني هذه هي العقبة الكأداء التي تحاول تيريزا ماي أن تحصل على مساعدات أوروبية لتمريرها عبر إعلان سياسي مشترك ناضج طموح لعلاقة مستقبلية بين الطرفين كما شبهت بعض المصادر أن مسودة اتفاق الخروج المكونة من 585 صفحة هي حبة الدواء التي تأخذها المملكة المتحدة لتكون قادرة على الخروج والإعلان السياسي المشترك المكون من 26 صفحة هي قطعة السكر التي تحاول من خلالها أن تتجرع مرارات الدواء وأن تأخذها أيضا للجمهور البريطاني للاقتناع بفائدة هذه العلاقة المستقبلية بين الطرفين ضربت أهداف واضحة تيريزا ماي بأن جعلت من بريطانيا قادرة على السيطرة الكاملة على حركة الأفراد وهو العنوان الأبرز الذي كان خلال الاستفتاء البريطاني على البقاء أو الخروج من التكتل الموحد وأيضا حول علاقة بلادها أو سيادة بلادها على مصائد الأسماك فرفضت أن تربط الوصول إلى الأسواق الأوروبية بالسماح للأوروبيين بالصيد في المياه البريطانية هاتين المسألتين حققت فيهما إنجاز ولكن هناك مسألتين أخرتين تزيد من الانتقادات الداخلية عليها المتعلقة بعدم قدرة المملكة المتحدة على السيادة على قوانينها لأن محكمة العدل الأوروبية سيكون لها دور حتى هذه اللحظة لأنها لم توضح الأمور في الإعلان السياسي المشترك وكذلك المسألة حول إرلندا الشمالية إذن كانت هذه الصورة مع سلامة عطلة من بروكسل أذهب إلى لندن مع بهاء العوام يعني كيف تراقب الأوساط البريطانية هذه المساعي الأخيرة لإنقاذ الاتفاق قبيل قمة الأحد المخبل نعم دعني أستعير من الزميل في بروكسل تلك الأوصاف للاتفاق البريطاني الأوروبي فيما يتعلق بالخروج طلاق لندن وبروكسل البريطانيون هنا وخاصة في الأوساط السياسية يدركون هذه الأوصاف ويستشعرونها حتى أن الشارع يستشعر هذه الأوصاف ولكن بطبيعة الحال لا خيار لديهم في الوقت الرعان إلا مناقشة هذا الاتفاق سواء بسيغته الموسعة أو بالإطار التفاهم العام المكون من 26 صفحة بطبيعة الحال مشكلة جبل طارق التي ظهرت مؤخرا وحديثا على الاتفاق ابدوا أنها بشكل آخر سوف تصعب مهمة تريزا مي في إخناع البرلمان بتمرير الاتفاق العام مع بروكسل ولكن إذا ما صادق الاتحاد الأوروبي وقادت الاتحاد الأوروبي وتوصل البرلمان الأوروبي لسيغة ما الاتفاق قبل الدورة المقبلة أو الاجتماع المقبلة المخصص لبرلمان البريطاني مناقشة الاتفاق فهذلك سوف يسهل مهمة تريزا مي إلى حد ما وليس سوف ينهي الخلاف ولا يحسم المسألة صالح تريزا مي البرلمان البريطاني الأوساط السياسية هنا لديها تعفظات كثيرة على الاتفاق بعيدا عن مسألة جبل طارق فيما يتعلق بالحدود الإيرلندية فيما يتعلق بالسيادة البريطانية بعد عملية الخروج ولكن هناك رأي آخر يقول بأن في نهاية المطاف البريطانيين يحتاجون الاتفاق اللاصفقة ليس خيارا جيدا وبالتالي ربما بشكل أو بآخر تستطيع تريزا مي أن تقنع البرلمانيين بالمصادقة على الاتفاق مع بعض التعديلات التي قد تجد قبولا لدى الخصوم وخاصة داخل حزب المحافظين كانت هذه الصورة من لندن مع بهاء العوام مراسل الغد إذن أشكر مراسلانا من لندن بهاء العوام وأشكر أيضا سلامة عطلة من بروكسل أشكركم مراسلانا كنتم معي اشتركوا في القناة